قبل ما راحب بضيفي ونجمي النهاردة في سادسة خليني بس أقول لكم عشان إحنا هندخلين في موسم تخبيط كده من هنا الغاية لما يرجع النشاط والفرقة ترجع تلعب مطشاط رسمي تاني هنسبع كلام كتير جداً كلام على مستر موسيماني وأنه راحل عن نادي الأهلي وأنه في قرارات وفي اجتماعات وفي تغييرات كلام ده ليس له أي أساس من الصحة خليني أقول لحضراتكم من أكد تاني الراجل سافر المغرب عشان يحضر دورة تبعة للفيفا تحاد الدولي لكرة القدم والموضوع ما لديه علاقة بما بعد خسارة نهائي دوري الأبطال بفعل فاعل الموضوع عرض عليه من بدري وهو تقدم بالموضوع لإدارة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي ارتقت أنه يبقى في فترة توقف دولي فما فيش ما يمنع إطلاقاً أنه الراجل يحضر الدورة بتاعة الفيفا وبالتالي الراجل سافر يحضر دورة الفيفا ويرجع مرة تانية بس عشان ما تسمعوا الفترة اللي جاية كلام كتير وإشعاعات أكتر لا مع موسيماني ولا ضد موسيماني الراجل له ما له وعليه ما عليه يمكن يكون أخطأ في بعض الأوقات زي ما قلتلكم القرار في النهاية بيحسب لإدارة النادي الأهلي قرارات الأهلي طول عمرها لا تصنع لا في المدرجات ولا على منصات السوشيال ميديا قرارات الأهلي تدرس جيداً وتتخذ بشكل موضوعي ومنطقي وتتخذ في التوقيت المناسب بس عشان الموضوع قتل أبا حسن خليه بقى أتكلم أكتر على اللي جاي والدروس المستفادة من اللي فات مع ضيفي ونجمي النهاردة في السادسة كابتن محمود سمير اللي بيشرفني النهاردة بسأخير كابتن محمود سهل نور وبابا سعيد لما بتشرف أكون متواجد معاك بتشرف لنا دايما بيتك ومكانك ومطرحك بيب ربنا خليك مرحلة صعبة الطبيعي الطبيعي أنك أنت توصل لتلاتة نهائي دوري أبطال متتاليين فتفوز باتنين منهم ده شيء يبسط الناس كلها لكن الناس زعلانة أو حزينة بشكل زيادة شوية لأنه حسن الموضوع المراتي كان بفعلة فاعل شايف ده ازاي احساسك أنت ايه بكل ما هو مرتبط بالنهائي واستضافة المغرب لملعب المباراة وتعامل المغرب الشقيق مع استضافتها الحدث الأهلي متعود عليه جمهوره وأفريكيا كلها متعودة على كده ومعروف أن الأهلي بابا وأفريكيا لكن اللي يحصل اللي احنا شفناه في المباراة النهائي وما حدث من قبليها بتلاتة أربعة أسابيع لما عرفنا أن النهاية هيتلاها في المغرب في الوداد أكيد كل هذا أثر على مجلس الإدارة وعلى العيبة وعلى الجهاز الفني فزي ما حدث قلت طبعا بفعل فعل لكن أكيد اللي حصل ده كله ومجلس إدارة نادي الأهلي مش هيعدي بالسهل أكيد فيه ناس لازم هتتحاسب أكيد فيه ناس في اتحاد الكورة لازم تتحاسب على الخطاب اللي جي وقعد خمسين يوم في اتحاد الكورة وما حدش يارف عنه حاجة كل ده نواحي إدارية أنا واصل تماماً للنادي الأهلي مش هيعديها بالسهل ولا مع اتحاد الكورة ولا مع اتحاد أفريكي لكن لو نجي نتكلم بقى في النواحي الفنية لأ كان فيه مشاكل عند النادي الأهلي خلينا نتكلم صراحة فيه مشاكل عند النادي الأهلي من أول بطولة أفريكا ما بدأت لحد مباراة النهائي لكن خلينا نتكلم على المباراة النهائي خلينا كلمة كورة شوي يعني على رغم أنه بداية الموسم ده كانت هي البداية الأفضل للأهلي في السنوات الأخيرة وحسيت أنه الفرقة مش بس بتكسب كان شكلنا مختلف كرة الأهلي كانت تبتدت توصل لمرحلة وتوقعنا أنه ده يعني ما حدش يقدر ينكر أن واحد من أهم أسباب الإدارة فكرت في بيتسو موسيماني أنه يتعلم مسؤولية هي مش بس أنه مدرب أفريقي جاي في توقيت صعب والأهلي كان عنده مشوار أفريقيا في الراجل عالم بدروب أفريقيا لكن كرة سانداوز التي طورت بشكل كبير جدا مع بيتسو موسيماني توقعنا السنة هذه أنها تكون الأفضل على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء ثم لقنا أو فجأنا بالكروف إلى حد كبير جدا بينزل شايف هذا كيف؟ طبعا ما فيش شك كذلك قلت بداية الموسم كان بداية جيدة جدا لناد الأهلي على السنوات الفاتت كان البداية مختلفة وإحنا قلنا هذا الكلام مع بعضنا كنا متواجدين بداية تم مبارات الإسماعيلي أول مباراة اللي ظهر فيها بيرستاو وبعض اللعيبة إسماعيلي ومقصة وزمالي لا كانت أول مباراة الإسماعيلي والبداية كانت مختلفة لناد الأهلي ومشوا بخطة سابتة أنا بشوف بداية من مباراة سانداوز في أفريقيا الأولى اللي خسرناها وابتدى كيرف الناد الأهلي في بطولة أفريقيا بقى مختلف وبقت النغمة ماشية أننا مش مهم نادي الأهلي ممكن يطلع تاني المجموعة بس نادي الأهلي عارف هو بيوصل لإيه وفعلاً ده اللي حصل ونادي الأهلي وصل موران نهائية ووصل اللي هو عاوزه لكن كان كنا بنشوف أن الأداء مزبزب فأصعب الظروف أنت قادر تحقق بس إزاي تتجاوز وإزاي تصلح مصار ده سؤال مهم جداً أسأله لك وعايز كمان أكلمك أكتر كمان عن مشوار المنتخب اللي بيتولى مسؤوليته كابتن إهاب جلال سمحنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامه لما بتحصل هزة من النوع ده للنادي الأهلي بعيداً عن تقييم الموقف وبعيداً عن القرارات اللي منتظرينها أو اللي هتتخد في يوم الأيام يعني sooner or later زي ما بيقول مهم جداً وكويس جداً أنه ده جاي بعده على طول فترة ممكن أنك أنت تعيد ترتيب الأوراق وتاخد فرصة أنك تلتقط أنفاسك وتعرف تخطط أو ترتب إزاي تلحق تصحح مصار أو تلحق الفضل من الموسم لأن الموسم طويل وفرص الأهلي مازالت كبيرة جداً في الفترة اللي جاي عندنا كابتن محمود طبعاً برحب بيك مرة تانية عندنا فترة التوقف دولي هي فرصة مناسبة جداً أنه اللعيبة المجهدة أو المستنزفة تاخد نفسها العيبة اللي كانت بعيد تخش في الصورة مرة تانية ويبتدي أنه يتم تجهزها نحن لسه نعتبر بالنسبة لنا نصف موسم بالضبط فبالتالي إزاي شايف السيناريو بتاع فترة التوقف الدولي ده على كل مستويات اللعيبة تطلحها من الحالة المعنوية اللعيبة كلها متضايقة اللعيبة حاسة أنها اتظلمت أو أنه البطولة دي ضعت منها في ظروف جير طبيعية الناس يتكلم على السلية وعلى الميدالية أنا معاكم كمبدأ لكن خد بالك أنه ده أحساس واحد من كبتن الأهلي اللي حاسة أنه البطولة دي تلعبت كان فيها غدر جديد جد فلازم نحط الأمور في سياقها الطبيعي فيه أحساس بالظلم وفيه أحساس بالتحيز وفيه أحساس بالانحياز كبير جداً عند العادة الأهلي وحاسين أن البطولة دي يعني أنهما يستحقوا أنها تتاخذ منهم بالشكل ده فإزاي كبتن محمود شايف في الفترة اللي جاية وإزاي نستغلها بشكل أمسل طبعاً ما فيش شك خلينا نكون متوفقين أن حزن جمهوري الأهلي على بطولة أفريقيا لحجم بطولة أفريقيا حجم وحلاوة دوري أبطال أفريقيا كبير جداً فلما يكون الجمهور زعلان عشان هي بطولة أفريقيا دي حاجة مميزة جداً كبيرة جداً عكس الدوري أو عكس كاس مصر حزنه مختلف لما بتروح من هذه الأهلي السواء دوري أو كاس مصر حزنها مختلف غير دوري أبطال يعني أنا هقول لك حاجة يعني ما أعتقدش ممكن حد يشكك في أهلويتي لكن يعني ما فيش نادي في العالم يعني بيوصل ثلاث نهايات وراء بعض غير نادي الأهلي أكيد ومين عملها قبل كده يعني ما فيش نادي في العالم مطالب أنه في كل نسخ الدوري أبطال يفوز بيها ما فيش نادي في العالم وصل سبعاً هي دوري أبطال في آخر عشر سنين فأهم قصدي أكيد فهي اللعيبة طبعاً أكيد حاسة بالموقف وحاسة بزعل مجلس الإدارة وبالجهاز الفني وبجمهور نادي الأهلي فالطبيعي أنه هم لازم خلاص يعني ده نادي الأهلي عودنا عليني صفحة وتقفلت بغض النظر عن الإجراءات اللي هيخدها مجلس إدارة نادي الأهلي معتحد الأفريكي أو معتحدة كرة لازم اللعيبة تركز في اللي جاي اللي قدامنا دلوقتي هو بطولة الدوري للعام وطبعاً لازم اللعيبة تفكر أن البطولة دي راحت من نادي الأهلي السنة اللي فاتت فلازم أنه يفرح جمهوره ويرجع بطولة الدوري الطبيعي للنادي الأهلي المسلم ده فلازم يبقى التركيز كله مصبوب في الدوري العام فيه العيبة طبعاً نادي الأهلي عنده مشكلة كبيرة جداً يعني بشوف هو النادي الوحيد في الدوري المصري اللي بيبعنده كمية إصابات رهيبة بالتمن وبالتسعة العيبة مع أن انت لو جيت لأي فريق في الدوري العام لو عنده اثنين تلاتة العيبة مميزين بس هو ممكن المستوى ينهاره والنتائج تختلف أنت عندك نادي أقرب بالسبع تامن العيبة أساسيين ممكن يكونوا غايبين يعني زي الموتشين اللي فاتوا بتوع البنك الأهلي وغيره وغيره أنت كان عندك خط النص كله خط دهر كله ستة العيبة أساسيين مش متواجدين بلاص أكرم توفيق كمان من العيبة من عناصر الأساسيين عندك سبع العيبة أساسيين مش موجودين كان ديانجي والسولية وحمدي وأكرم وعبد المنعم وأيسر إبراهيم بدر وياسر وأيضا أنت بتلعب بكوك كولد صغير ومشاء الله عليه كان قدم شكل رائع جدا وبتلعبه ستة بلعب ديفندر والراجل قد وعمل عليه وزيادة فالنادي الأهلي بيعاني من قصة الإصابات دي حاجة الناس كلها عرفها ولكن بيظل نادي الأهلي ونادي الأهلي بيقدي أي العيب بلي بشرت نادي الأهلي بيقدي في الملعب والنتائج الحمد لله بتبقى جيدة فبتمنى أن العيبة لفترة الجاية تطوي الصفحة بتاعة بطولة أفريكيا نركز في اللي جاي بطولة الدورة بطولة مهمة جدا غابت عن نادي الأهلي مسلم اللي فات ومش من الطبيعي أن هي تغيب عن نادي الأهلي مسلمين متتلين فدي أقل حاجة نادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي ترجع البطولة تاني للجزيرة وتصالح بيها جمهور النادي الأهلي فبتمنى له إن شاء الله الفترة الجاية إن في فترة توقف كويسة اللعبة تستعيد مستوها تاني واللعبة المصابة ترجع للفرمة الطبيعية بتاعتها وإن اللعبة تركز أكتر إن إزاي أرجع بطولة الدورة تاني وعندي متشارات مؤجلة وعندي متشارات مهمة جدا ومنهم مباراة زمال يوم 19 المباراة دي يعني بتمنى من ربنا إن شاء الله المباراة دي مهمة جدا جدا في تحديد بطل الدوري من المسم ده بعيدا عن الملعب والكورة مش قادر أفصل حقيقة بين مشهدين اتكرروا في فترة زمنية وليلة جدا في مشاركة الأهلي في بطولة كاس العالم الاندية والأهلي هنا مش بيمثل نادي الأهلي بس الأهلي بشارك في البطولة دي كممثل عن مصر وأفريقيا المشكلة لما حصل تعرض بين توقيت البطولتين توقيت بطولة أفريقيا وكاس العالم الاندية ومشكلة استضافة المغرب لملعب هي المشكلة مش في المغرب كمغرب يعني مشكلة في تحدي أفريقي ومشكلة في توقيت الأعلان ومشكلة في فكرة أنه أنه الوداد طرف في المباراة وتم الأعلان عن ده بعد ما شط قبل النهائي إزاي شفت موقف الاتحاد المصري في الأزمتين اللي تعرض اليوم النادي الأهلي سواء في ملعب نهائي دوري الأبطال ومشكلة التعارض اللي حصلت في بطولة كاس العالم الاندية هل شايف أنه الاتحاد المصري دعم الأهلي بشكل كيف؟ ده أنا أمنت ربني من غير ما الناس تزعل الاتحاد الكرة المصري أنا ما شفتش لي أي وقفة في الحالتين سواء في الكاس العالم الاندية لما تعرض مع بطولة أفريقيا ومنتخب مصر أو سواء في ملعب المباراة اللي خطير للنهائي اللي في المغرب مع الوداد أنا ما شفتش أنا شفت بصراحة الأمور كنت سلبية جدا الاتحاد الكرة المصري ما شفتش حتى أي بيان منه ما شفتش أي إيجابيات تمت الله أعلم بقى هتتم الحاجات دي بعد ما النهائي خلص وحصل بفعل فعل واللي حصل مع نادي الأهلي لكن طبعا أي حاجة هتحصل بعد ما النهائي خلص زي ما بتقلل راح روح خلاص لكن بتمنى بقى في الفترة اللي جاية أن يبقى فيه تقديم من نادي الأهلي ومنتحاد الكرة لبطورة أفريقيا اللي جاية لازم يكون متوجدة في مصر يعني نادي الأهلي زي ما قلنا ده أسياد أفريقيا يعني لازم البطولات بعد كده في بطورة أفريقيا نادي الأهلي يقدم من بدري نتمنى إن شاء الله أنه نرجع بسرعة وعايزا عشان ما ننساش طبعا لأنه منتخب مصر داخل على مرحلة مهمة جدا مرحلة تصفيات أم أفريقيا في كود ديفورت عشرين تاتة عشرين عندنا مطشين مهمين جدا الأول قبل ما تكلم على المطشين وعلى اختيارات كابتن إهاب جلال إيه المطلوب من إهاب جلال كمدير فني يتعلق المسئولية في بداية مشواره مع منتخب مصر أنت مستنى إيه من إهاب جلال طبعا أنا ببارك لكابتن إهاب جلال توليه من منصب منتخب مصر بتمنى له التوفيق أنا بشوف اختيار جيد كابتن إهاب من الناس اللي أنا بحبوا كوريتها جدا وامتبعوا على السنين اللي فات على مدار السنين اللي فات أصلا أول تست لي منتخب منتخب حاجة أول تست أو أول تست منتخب حاجة أو الأندية حاجة المدود الفني هي كورت ووحدة يعني أنا لما شفته في الأربع أندية اللي يمسكهم سواء مقصة زمالك أمبي بيراميد أنا شفت كورت وهيها واحدة أي فهو الفكرة بتاعه واحد بلص إنه لما بي يطبقوا مع انتخب مصر لأهو عنده كوادر وعناصر أعلى بكتير من الدور المصري من الفرق اللي مسكها في الدور المصري لكن أنا بقى كل الدعم لكابتن إهاب جلال وجهازه الفني المحترم بكوادر الشوقي والحضري وأحمد حسام بشوف أن الاختيارات اللي تمت عليها اختياره للعيبة اللي متواجدين معاه هي اختيارات موفقة جدا لا ينقصها حاجة يعني ما فيهاش لعيب ممكن نقول لأ هو كان ناقص ياخد ده أو ده لأ هو فعلا المجموعة اللي هو خدها أنا بشوفها هي عناصر كويسة تمام بتمنى لهم التوفيق طبعا جد فستاني أحمد عبدالقادر في المنتخب يعني ممكن يكون ليه وجهة نظر مختلفة لكن هو صرح وقال إن أنا هشتغل بنفس المجموعة اللي كانت متواجدة الفترة اللي فاتت هو ضف عليها عنصرين ثلاثة والعنصرين ثلاثة دول هو الأماكن اللي هو محتاجها تمام وخلينا نكون متفكين إن الحتة بتاعت أحمد عبدالقادر هي فيها لعيبة كتير جدا مميزة ما يكون عندي فيها ترزيجي ومرموش ورمضان وابراهيم عادل وأحمد عبدالقادر يعني الحتة يعني ده تلاقي أكتر مكان في مصر في لعيبة لازم تديله الخبرة ولازم تقريه فكرك أنت كمدرب لأنه أحمد الحقيقة ناس كتير أبطران علي للكرة المصرية مش بس الأهل مصر كلها عرفة سواء جمهور أهلي أو أي جمهور تاني مختلف عارفين أن محمد شريف وأحمد عبدالقادر ما فيش اختلاف عليهم لكن محمد شريف ليه ظروف خاصة أنه هو الفترة الفات ما كانش بلعب بصفة أساسية وعبدالقادر ليه ظروف برضو خاصة أنه في مكانه فيه أكثر من أربع لعيبة برضو كويسين جدا لكن الاتنين دول هيكونوا متواجدين بفترة الجاية بشكل كبير جدا وهيبقى اعتماد كابتن أب جلال عليهم بشكل كبير جدا لكن الفترة الحالية هو شايف أن دول أنسب مجموعة تكون متواجدة واختياراتهم موفقة جدا وبتمنى لهم يا رب التوفيين إن شاء الله بس فيه نقطة مهمة جدا نعرك كنت بتقولي إن اختيار كابتن أب جلال لعبه مع الأندية دي سنة أولى لي منتخب مصر لو نرجع بالذاكرة كابتن حسن شحاتة أسطورة من أساطير مصر حقق ثلاث بطولات أفريقيا مع منتخب مصر مع جيل العظيم لما تيجي ترجع تشوف تم اختياره كابتن حسن شحاتة كان ماسك المقاولين العرب وهما درجة تانية بس قبله كان ماسك منتخب شباب يعني مبتداش منتخب أهل أنا بتكلم لما كان ماسك المقاولين وخبكس مصر معاه مكسب أهلي وزمالك وهو راح منتخب مصر من المقاولين العرب لما كان ماسكهم في الدرجة التانية وكان موفق بشكل كبير وكان فيه اختلاف ساعتها في الإعلام وفي كل الصحف والجراد ما كان فيه سوشيال ميديا وكان فيه اختلاف وخد الفرصة منع لله سوشيال ميديا وخد فرصة منع لله سوشيال ميديا وربنا كرام ممكن يكون بداية مدير فن جديد مصري لمنتخب مصر يبقى انطلاقة جديدة لكابتن اب جلال او اي مدير فني مصري الناس لازم تدعمه لان منتخب مصري محتاج مدير فني مصري طب بمناسبة الدعم اقول لي ايه المطلوب من الجماهير اخد بالك ان الجمهور يعني الجمهور سبر كتير قوي جمهور الكرة في مصر سبر كتير جدا وبعدين احنا لعبنا كل العاب يعني مرة مصري ومرة أجنبي مرة لاتيني ومرة أوروبي مرة أمريكي ومرة أرجنتين فاهم عصدي وتاهين بقالنا بتاع عشر سنين تقريبا لا عارفين يعني نقدم كورتنا اللي احنا همستنينها او اللي عارفينها على منتخب مصر شخصية منتخب مصر ولا من حقه كمان انجازات يعني تعرف مثلا لو انت وصلت مرتين نهائي نهائي أمم أفريقي يعبت مرة كاميرون ولعبت مرة سنغال واغسرت اللقب قدام والاتنين وصلت فيهم يعني بالضلي فاهم عصدي بكلامة كورة بصراحة يمكن كان تحقيق لانجاز يرايح الناس شوية او يعني يخلي الناس تصبر شوية لكن انت حتى ده ما قدرتش تعمله حتى لما روحت كاس العالم الناس حسنوا تجربة كاس العالم وكأننا لم نذهب يعني رغم ان المجموعة بتاعتنا ما كانتش مثلا زي مجموعة التسعين فحولندا وانجلترا وايرلندا فاهم انت كل لعبتوا مجموعة روسيا والسعودية وأوروكوين فبالتالي الناس خلاص صبرها ما بقتش يعني بيجي اي جهاز جديد ما عندهش طاقة ولا نفس انها تصبر عليه كتير هاخد من كلام حراك اللي انت قلت ان فعلا الناس ما عندهش طاقة الناس بقت وعية الناس بقت شايفة وعارفة ان ما ينفعش فلان بيلعب تسعة انا حطه سبعة او حطه تمانية الناس عندها وعي كبير جدا وده اللي يدل على ان ميستر كروش من اول ما جاء بغض النظر عن مباراتين ليبيا اللي احنا كسبناهم من اول بطولة العرب والناس ما صبرتش عليه والانتقادات اشتغلت من اول بطولة العرب ثم امم افريكيا ثم مبارات السنغال بتاعت فاينال كاس عالم فالناس ما بقتش برضو تصبر ولا على اجنبي ولا على مصري لكن انا بشوف ان دي اول تجربة للكابتن اب جلال لازم الناس تدعمه انت كنت بتدعم ناس كتير جدا اجانب كان بتيجي تمسك سواء كوبر او غيره او غيره فما ينفعش ان انا مدعمش برضو الجهاز فن مصري ادعم لحد ما شوف المستوى اللي هيتقدم لي ايه انت ساعت هتقدر تحكم فعلا الراجل ده قدم مستوى كويس لمنتخب مصر وفيه بوادر بتقول ان فيه بناء منتخب مصر للسنين اللي جاية والكاس عالم اللي جاية ان شاء الله ولا لا فكل ده هيبان على الطريق واحنا ماشيين وحنا بنتفرج بس نسيب الراجل اللي اشتغل وندعم الراجل هو وجهازه الفني لانه معاما مجموعة لعيبة اعمارها صغيرة ممكن باستثناء اتنين تلات لعيبة بس اومال كبار انت عندك لعيبة يعني يعني فورشور في لعيبة كتيرة جدا عندهم خبرات وهم اصلا كمان سبعة وشرون وثوان وثوان سنة وعندهم خبرات انه فيه جزء كبير جدا من لعيبة مصر المهمة جدا واللي عندها خبرة واللي امكانياتها كؤاسة جدا يعني ما بشككش فيهم ولا بقلل منهم بس بعاد عن فكرة كاسر العلم ستة وعشرين يعني اذا كنت انت بتفكر او جايب ايهاب جلال عشان باصص انك انت طبعا انه مش ممكن يكون بيحصل في مصر او انا اي ممكن بقى متشائم لسر تهالي انه وفيش خطة اسيسا محتوطة انك انت توصل كاسر العلم ستة وعشرين ما عليش مع احترامي برضو همشين كده اليوم بيوم هو برضو هو لما جينا ساعدنا كاسر العلم مع ميستر كوبر هو ما كانش فيه خطة محتوطة هي جاتما عند ربنا ان احنا ساعدنا وراحنا كاسر العلم احنا ما فيش خطة بتتحط بمتحاد الكرة خالص لجميع مستويات المنتخبات من اول منتخب الناشئين لحد الشباب لحد الالون بالحد الاول ولو كنا مثلا ساعدنا مع ميستر كروش وكسبنا السنغال ساعدنا كاسر العلم ورادي هو ما كانش فيه خطة محتوطة فيحنا مشين بدوع الوردين ايه المطلوب من الاعلام والجماهير في الفترة الاولى يعني انا برضو شايف انها مش مواجهات صعبة قوي لا مش مواجهات صعبة يعني انا بشايفها يعني مواجهات عادية جدا عادية جدا والطبيع ان اللعيبة تظهر فيها بشكل كويس والطبيع ان الكابتن ايهاب يقدم بنا مستوى وكورة كويسة الشعب المصري بيحب الكرة الهجومية الكرة اللي تبسطه مع النتائج اكيد يعني اي جمهور بيبقى طماعة يقدر ايهاب جلال في الفترة الصغيرة دي يعني ده اول تجمع منتخب عنده مطش بعد خمس تيام يقدر عشان خاطر المستويات اللي هنقابلها الفترة دي هي مستويات مش عالية لا بس انا بكلمك في الظروف يعني جايلوا لعابة الاهلي تكامع سبع لعيبة يعني معنويا مش في افضل احوالهم فرق كبير ان هم كانوا يجوا كسبانين دوري ابطال على ان هم يبقوا خاصرين بطولة مخضرة بس اكيد السبعة مش هيكونوا متواجدين ما انا فاهم انا فاهم بس عندك مثلا صلاح جاي من موسم يعني برضو عنيف بالنسبة صلاح كان عنده امال كبيرة في انه يتوج بكل البطولات تقريبا وكان قريب جدا بس خالب لك برضو منشواته مرتفعة لان الراجل واحد برضو هدف دوري انجليزي راجل محق برضو ثلاث بطولات بطولتين على مستوى الدوري الانجليزي الكاس الرابطة والكاس فبرضو مش جاي اي حد بيجي منتخب مصر بغض النظر عن ايه اللي حصل او خسران بطولة بره ومجرد ما بيخش معسكر المنتخب بلبية شرط المنتخب هو بيحاول بينسى فكل لعيب برضو موجود في منتخب مصر الوقت هو عايز يثبت نفسه هو مع جهاز فن جديد مع مدير فن جديد فلازم تثبت نفسك لان كانت القيمة فيها اربعين لعيب فاللي مش هيثبت نفسه في غيره موجود زي ما كنا بنتكلم الجبهة بتاعت عبداليدل فيها اربع لعيبة اللي مش هيقدي في غيره اثنين وثلاثة واربعة موجودين فكل واحد لازم يخاف على مكانه في منتخب مصر لان في غيرك مستني ايه الاسماء الجديدة لدخل المنتخب اول مرة رأيك فيها ايه وازاي ممكن يعني تثبت مكانها ازاي ممكن تضيف للمنتخب كلها اسماء الحقيقة مفيش غبار عليها يعني اسماء زي محمد إبراهيم ناديت بيل على فكرة من ايام ميسر كارلوس كيروش احمد حمدي ناديت بيل كتير جدا الولد عامل الولد اولا لعيب كواس جدا من زمان من ايام مكان في الاهلي وبعد كده راح الجونة بقى احترف مرة وعاطف طبعا وعمل موسم كواس قوي احمد عاطف من الخامات المبشرة جدا رأيك قرار كابتن ايهاب بضموهم شايف ازاي ممكن يكون لهم تأثير مع المنتخب في اللي جاي وانه هم يعني يسبتوا مكانهم في تشكلة المنتخب طبعا اختيار موفق جدا وانا زمان حقا قلت محمد إبراهيم بقى له موسمين من اول موسم له مع سيراميكا وهو مؤدي اداء كواس جدا جدا وكان فعلا المفروض احمد حمدي مفيش غبار عليه ان هو العيب كويس جدا حتى الفترة العادة في الجونة قبل ما يحترف كان مقدي بشكل كويس جدا والعيب مقهوب جدا وكنت بشوف الناس كلها اللي مرانته ان اتكلموا عنه بشكل كويس جدا والعيب مهم والعيب صغير وده اللي يدل على ان هو كابتن عبد جلبي يبدأ يبني بعناصر شابة ومفيش غبار برضو على احمد عاطف كل الاعلام الفترة اللي فاتت كله احمد عاطف من دجلة وانا من تساعة ما شفت الموسم اللي فات وانا قلت فرود ده فرود كويس جدا بيتميز بالسرعة بيتميز بالتهديف بيعرف يخلق نفسه مسحاته ويعرف يجيب جول العيب متحرك ما بيثبتش يتعب اي خط خطة فاعة فالثلاث اختيارات دول اختيارات مفاقة جدا ودي الحتة اللي انا بشوف ان كابتن عبد جلال مش فيها على خطة كيروش ان لازم يكون فيها عناصر جديدة زي ما دخلنا عبد المنعم وعمر كمال وكان قابليهم وكان معهم محمد رفعت فدي حاجة كويسة جدا تدي احاق للعيبة الدور وممتاز كله ان لأ انت ممكن يكون لك دور مع اي جهاز فني موجود في المتخب مصر طالما المدير الفني عينه كويسة ودي ميزة في كابتن عبد جلال ودائما كنت باسمع من كل المحللين الكبار الرحل بتعلم منهم ان هو فعلا عينه كويسة بيعرف نقي لعبة كويسة وعنده رؤية كويسة جدا وانا بشوف كورته كويسة مع معظم الفرق اللي مسكها تمام الاعلام والتعامل مع فترة او مع مرحلة ايهاب جلال عنده تلت مطشاط اتنين رسمي واحدة ودي شايف ايه هي الفرصة اللي لازم ياخدها بشكل كامل عشان نحكم على تجربته وازاي ممكن الاعلام الرياضي يدعمه او يسنده في بداية التواليل المسؤولية انا بشوف طبعا ان ما ينفع مثلا لا قدر الله لا قدر الله نتيجة غير ايجابية في اول مباراة ما ينفعش من اول مباراة لكابتن اهب جلال ان نلاقي الاعلام او بعض المحللين مش كل الناس طبعا بتتكلم زي بعض فيه ناس بتدعم وفيه ناس ما بتدعمش فيه ناس بتوقف على المباراة فيه ناس ممكن بعد خمس ست مبارات تبدأ يقيم لكن انا بشوف اي مدير فني او اي العيب لازم تديله على اقل خمس ست مبارات وتحكم عليه اي العيب تجيبه انت صفقة جديدة ما ينفعش احكم عليه من اول مباراة لازم اديله مساحته عشان قدر احكم عليه طبعا انا عارف ان العيب ده كويس وان انا جبته النادي الاهلي يبقى لازم انا عارف انه ده كويس فلازم اصبر عليه خمس ست مبارات بدأ احكم عليه هل الانسجام تم بشكل كويس او هل هو نادي الاهلي كبير عليه فهنحكم على كابتن اقاب جلال اكيد الناس كلها هتحكم عليه بعد على اقل خمس ست مبارات مع المنتخب سواء رسمي او سواء ودي الشكل هيبان الاداء هيبان انت كمشاهدة تحس ان الكرة اختلفت لمنتخب مصر ومنتخب مصر الجمهور كله كان بيتكلم ان احنا من ايام مستر كوبر وكرة دفاعية بحتة وبنلعب دايما على المرتد المحمد صلاح وتريزيجي هيبان بقى الاختلاف مع كابتن اقاب جلال تتوقع ان يبقى فيه تغيير اكيد وشاف ان القماشة يعني الخامة بتاعت لعبتنا طبعا تدي مساحة كبيرة طبعا تدي مساحة كبيرة جدا معيش هل ينس تقول لك ايه يعني مش ممكن يا جماعة يبقى المصري الوطني والاجنبي كلهم اتفقوا اتفقوا على طريقة لعب تقريبا شبه واحدة من مدارس مختلفة يعني كيروش غير برادلي غير هكتور كوبر غير حساب البدري غير شوق غريب كل واحد من دول ليه سيفي مختلف وليه طريقة وفكر مختلف وكلهم تقريبا مع المنتخب قدمونا نفس النموذج طيب هل دلوقتي الناس كلها من ساعة ما ايام مستر برادلي برضو ومستر كوبر يمكن ايام برادلي هتكوننا بنعب كرة برضو لحد ما كويسة افضل من مستر كوبر ومستر كيروش لكن هل نقدر نختلف ان محمد صاح لعيب كرة كبير جدا لا طبعا ترزيجيه لعيب كرة عنده كرة لا ما عندهش كرة لا عنده كرة وعنده فرات افشة عبدالله سعيد محمد شريف الناس دي كلها عندها ايهو انا في النهاية ليه بطالع تمام فما ينفعش انا مش رشكك في اللعيب انا بقول انه في النهاية شكل المنتخب انا بتكلم انا عندي قماشة في لعيبة كرة ولعيبة كرة حريفة ولعيبة كرة مهرية وعندي سرعات وعندي لعيبة بتعرف تهدف انت مش كسبت سوريا يا كابتا محبوب نسعلش انت مش كسبت كود ديفوار في توت افريقيا وبعدها كسبت المغرب والمغرب وبعدها كسبت الكاميرون وبعد كده وصلت للمبارانة هائية وتعادلت مع السنغال يعني اقوى فريق اعتقد في القرارة الافريقية وصلت معا الرقالات الترجيح لكن في كل المطشط دي ما لقيت شكوء يعني ما لقيت شكوء ما اظهرتش امكانيات الفريق اللي فيه الاسفاء اللي انت بتقول عليها دي بقى بتاعات مدير فنية انا كمدير فنية لما لقى عندي فعلا في لعيبة كرة اقدر غير القماشة وغير الطريقة وغير التكتب كله لكن لو انا مدير فني شايف اني ما عنديش لعيبة كرة عندي سرعات بس وعندي نواحي دفعية فهلعب زي ملاعب ميستر كروش وميستر كوبر واللي قبلهم لكن لا انا عندي لعيبة كرة يعني انت بتراهن اني اب جلال قادر يغير هيغير الطريقة هيغير الشكل الهجومي الشكل الدفاعي هو قريدي ثابت هو اللي احنا عارفينه وهم وهم نفس الناس ونفس الشكل اللي كنا بنشوفه الفترات اللي فات لكن الكرة الهجومية هتتغير مع كابتن اب جلال تمام المطشين الرسمي الى حد كبير يعني بتهالي مواجهات سهلة نسبية تمام مطش كوريا انا مش فاكر اخر مرة المنتخب الوطني اللي قاعد فيها يعني مباراة داية مع فريق كبير وكوريا انا بعتبارها بحكم تجربتها في السنوات الأخيرة اه مش البرازيل ومش ايطاليا بس منتخب قوي منتخب عنده سرعات وعنده قوة وهتروح تلعبهم طبعا وتجربة اهم من المباراتين الرسميتين ايه اللي مطلوب تحققه كمنتخب من مواجهة فريق زي منتخب كوريا زي المنتخب طبعا هتبت تجربة مهمة جدا هتظهر لك الجماهير الرغم نهاية ودية وقابلها على طول خمسة و تسعة فيه مطشين مباراتين رسميتين الا انه احساسي انه الجماهير مستنية منتخب مصر في مطش كوريا اكتر من طبعا لان دي تجربة قوية هتبين لك فعلا شكل منتخب مصر تغير ولا ما تغيرش فطبعا الحمد لله هتبقى بعض المباراتين الرسميتين على الاقل يكون اللعيبة برضو الانسجام مع بعضه ومع الفكر بتاع المدير الفني كابت نهاب جلال فهتبقى مبارات كوريا دي مباراة برضو مهمة جدا تبين لك بنسبة 60-70% شكل منتخب مصر تغير ولا لا فهيبقى فيها الحكم برضو بشكل برضو مناسب ان مباراة مستوى منتخب كويس جدا زي منتخب كوريا عنده سرعات وعنده قوة هنقدر نجريهم ويبقى شكلنا عامل ازاي واللعيبة شكلها ايه في الملعب وكوريتنا شكلها تغيرت ولا لا هتبين لكن لو كانت مباراة كوريا هي الأولانية صعب حد يقدر يحكم على المطاعة مصر تي عندك كمان مواجهة بين صلاح وصول اكيد الاثنين هتدف مناسبة هتدف الدور الانجليزي الاثنين طبعا من أحسن لعيبة في الدور الانجليزي ومحمد صلاح من نسبة لي أحسن لعيبة في العالم من دلوقت شايف انه قريب منها رسمي جدا بصويا كانت هتفرق معاها وكان خد الشمز ليه طبعا كانت هتفرق معاها بشكل كبير جدا لكن ما يقللش من قيمة صلاح خالص صلاح على المستوى العالمي كله الناس كلها شايفة قيمة محمد صلاح وهو طرامة حط اللي أنا شفته على المدار السنين اللي فات طرامة حط هدف قداما هو بيوصل له إنك تاخد ثلاثة هدف دور الإنجليزي دي مش حاجة قليلا دي حاجة رهيبة لا هو الحقيقة أكتر حاجة بتميز صلاح دي ما بنتكلم عليها هي عقليته طبعا قدرته على أنه يخلق تحديات كتير جديدة نفسه طبعا ما بيقافش عند حد معين طبعا بيخلق تحديات وطموح للعيبة دلوقت الصغرر طلعا صح صح أكيد طبعا لكن أنا بتهالي السيزن ده أكبر تحدي لصلاح نفسه طبعا يعني فكرة أنك أنت تبقى قريب من كل ده وتقدم أفضل كرة كرة صلاح السنة دي أفضل موسم لي طبعا بيتطور كل موسم بيتطور نهائي أمم أفريقيا نهائي أمم أفريقيا نهائي كاس عالم كاس عالم كان نفس على قال لي حق منهم حاكتين صعود كاس عالم وشمز ليج كانوا يفرقوا معه جدا طبعا صحية لكن هو طبعا مقدم شكل رائع وكل الناس بتدعيله وتمنالوا التوفيق رجعنا للدوري مرة تانية ويعني بعد طبعا الأجندة الدولية الأهلي يستقنف مشوار ثلاث بطولات كاس السنة اللي فاتت وكاس السنة دي وطبعا معهم مشوار بطولة الدوري شايف فرص الأهلي إزاي في التتويج شايف إزاي المنافسة وخصوصا طبعا بعد ما خرجنا من نهائي دوري الأبطال ما فيش شك أن أي بطولة نادي الأهلي بيلعب فيها فنادي الأهلي بيعينوا عليها وده الطبيعي في نادي الأهلي طبعا استكمال كاس السنة اللي فاتت تديل غريبة جدا لكن نادي الأهلي متواجد في أي حاجة بيقرار الاتحاد الكرة مش بعيدة عن عندك بيراميز ولو عديت بيراميز بيترو جيت بالزبط ولو عديت بيترو جيت هتقابل الزمالك في الزمال الزبط فزي ما اتفقنا في الأول وقلنا أن الجماهير زعلانة ومجلس الأدارة زعلان أكيد من اللعيبة فدي أقل حاجة لنادي الأهلي ولعبته يقدمها المجلس الأدارة ويقدمها لجمهوره أنك لازم تأخذ الثلاث بطولات اللي انت بتلعب فيهم دلوقتي سواء الكاس القديم أو الكاس مصر الجديد وبطولة الدوري وعندك مجموعة لعيبة اللعيبة ظالم ولا مظلوم اللعيبة ظالم ولا مظلوم يعني على مبارات النهائي أنا بكلمك عبو عشان أنت بتقول الناس زعلانة من اللعقي خمسين خمسين لا ده فيه تنظيم فيه اتحاد أفريقي فيه جانب مغربي مسؤول عن تنظيم المباراة فيه جهاز فني وفيه لاعبين تمام صح ولا إيه طبعا وماعتقدش أنه مجلس إدارة أسهر بقيش أكلم لأشكال لا في دعم الفريق ولا في دعم الجهاز الفني ولا في محاولة أنه يحصل أو يحفظ على حقوقه في التعامل مع الاتحاد الأفريقي بس ما فيش نادي أنا قلتها مبارح فيش نادي يقدر يقف وش اتحاد قري أو اتحاد دور أكيد أكيد فعش كيرا بقولك اللعيبة خمسين خمسين فيه خمسين في المية هما ما لهمش علاقة به خالص الحاجات الحركة حكيتها دي كلها وفيه خمسين في المية بتاعت اللعيب في الملعب بغض النظر طبعا احنا مش هنتكلم على أسماء أو لأي حاجة لأن احنا بندعم نادي الأهلي حتى لو إيه حصل ندعم كل العيبة اللي هم أخواتنا الصغيرين لأن اللي جاي أهم من اللي فات لكن فيه حاجات في الملعب انتك وتتفرج عليها لا ماينفعش أن أنا أعمل الباص ده ماينفعش أن نادي الأهلي يكون رد فاعل نادي الأهلي طول عمره فاعل نادي الأهلي طول عمره بيفرد أسلوب لعبه على أي فريق في أفريقيا سواء بتلعب بره أو بتلعب في مصر ففيه حاجات ما كانش ينفع تحصل في المباراة وفيه طبعا برضو تأثير إلى حد ما من الجهاز الفني في التشكيلة ففيه بعض عوامل طبعا أثرت لكن فيه حاجات جزء على اللعيبة في الملعب يعني ماينفعش أن أنا ما عرفش باصي باص أو وقطع كورة وتيجي تقول لي عشان الماتش تنقل للمغرب فاللعيبة مضغوطة لا فيه حاجات مالهاش علاقة لكن في الأول وفي الآخر حصل بفعل فاعل وقدر الله مش هفعل وطبعا زي ما قتلك بنتهو الصفحة خالص واللعيبة لازم تقفل القصة خالص لأن فيه ثلاث بطولات جايين مهمين ماينفعش يروح منهم حتى واحدة تدخل على مواجهة اتنين بينفسوك بشكل أساسي على كل الألقاب بحثم أرقامهم في المسابقة السندي زمالك في الدولة في الكاس وماعتقدش أنه التوقيت يسمح وخصوصا أنه ما قبل نهاية دولة الأبطال نتاج الأهلي برضو طمعت فرق كتير فينا يعني أنت في بطولة الدولة لعب خمس ماتشاط خدت منهم خمسة بنت لا ستة بنت فوز صعب جدا تحقق على أمبي قبل ما تسافر قبل كده قصرهم المصري وفزتهم ثلاثة عدولات فبالتالي نتائجك إلى حد كبير ما كانتش في أحسن هقول لك ليه هقول لك ليه آخر أربع خمس مبارات في الدولة نادي الأهلي كان مضغوط بشكل غير طبيعي بسبب أفريقيا وبسبب الإصابات عندك زي ما قلنا كان فيه ست سبع إصابات مهمين جدا عندك أنت مفتقدهم وبسبب ضغط المباريات وده طبعا حاجة اللي يكون فعون لعيبة وفي مجلس الإدارة والجهاز الفني فكان فيه عوامل هي اللي قدت إلى الشكل اللي احنا شوفناه في آخر أربع خمس مبارات في الدورة لكن انت دلوقتي خلاص خلصت مرحلة بتاعة بطولة أفريقيا دور الأبطال فتركيزك كله على الدورة واللي جاي تمام انت بتول الحركة ان فيه أهم فرقتين بينفسوك هتلاعبوا في الكاس هم أفضل مباراتين احنا لعبناهم الدور الأول تمام أفضل مباراتين النادي الأهلي لعبهم خمسة تلاتة وثلاتة صفر كان شكل الأهلي مختلف تماما فأنا مش ألقان على نادي الأهلي بس الحاجة الوحيدة اللي بتمنىها ان الناس المصابة ترجع لفرمتها الطبيعية يبقاش فيه إصابات طبعا هتلاقي نادي الأهلي شكله مختلف خالص وهنرجع لللي احنا متعودين عليه لأنه ما قدمهش غير أهم حاجة بطولة الدوري وكاس القديم والكاس مصر الجديد لكن أنا بشوف أن اللعيبة في خلال يومين ثلاثة هيبقى رجعت لطبيعتها وفيه لعيبة كتير طبعا رجعة من الإصابة أنا عايزة أقف بعض الأسماء وهنا هتكلم بالإصابة لأنه أنا ما عندي شك أنه أي حد لابستيشرت النادي الأهلي هو يملك مقاومات لعب على أعلى مستوى فيه بعض الأسماء الجمهور حتى بيسأل عليها يعني متوالي رجع من إصابة طويلة جدا ومتوالي الحقيقة واحد من أحسن الخامات اللي موجودة واللي رهنت علي أنا شخصيا في أوقات كتير جمهور الأهلي كان مستني صفقة كريم فؤاد وقد حدث وجي كريم فؤاد حسام حسن محاد شينك إنه هو لما انتقل أهلي كل يعني قال إن فيه واحدة من الأوراق الهجومية الكبيرة اللي هتدعم خط هجوم النادي الأهلي محمد محمود خامة الناس كلها بتتكلم عليها من زمان والأسماء دي وممكن يكون فيه أسماء تانية غيرها ما خدتش المساحة الكافية إنها تظهر حتى في ظل الغيابات الكثيرة اللي انت كنت بتتكلم عليها مسؤوليت مين وإزاي الأوراق دي تبقى جاهزة في موسم طويل وممتد عندنا لسه فيه ثلاث بطولات يسأل صعب قوي كده لا أصلا بص أنا هكلمك بصراحة قل يعني أنا أول مرة أشوف مدير فني أجنبي بيحب وبيقرأ دي متعودين فيها على المدربين المصريين أنا اللي أثبت لي دي بعد ما شفت أداء كريم نيدفيد ونصر ماهر في فيوتشور لو جيت سألت كل المحللين هتلاقي كريم نيدفيد من أهم الدفندرات في الدورة المصري هذا الموسم ونصر ماهر من أهم اللعيبة وسط مهاجم في هذا الموسم أنا طبعا باستقرب إن في بعض مباراة سخط بالك إن فيه أوقات كتير جدا وشفتها كتير يعني مش بس كريم أنا على فكرة متأفق معاك إنه الاتنين من أهم الخامات اللي موجودة في الكرة في مصري فدي تثبت لك دعين مدربين فيه أوقات كتيرة جدا اللعيبة بتبقى مكسرة الدنيا بتيجي الأهلي التيشرت بيبقى تقيل عليها سمح لي بس كمل وجهة ناصر والضغوط اللي بتتحط عليها من جمهور بحجم جميعها دي أهلي ما بتخليهاش تطلع لعندها وفيك أوقات تانية كتير العكس تماما بيحصل إنه اللعيب لما بيطلع بره الأهلي يبقى عنده الدفع بيزيد جدا دفع بزيد جدا إنه يثبت إنه بجد حد كويس فتلاقيه في الأهلي ما كانش ظاهر قوي يطلع بره الأهلي تلاقيه مكسرة الدنيا ناصر مهل إنتك كلمت عليه حصلت معاه مش مرة ولا اثنين ولا ثلاث يا أفاهم عزي تمام بس الكلام ده أنا ممكن أقوله على كريم فؤاد وحسام حسن اللي هم مش ولاد النادي الأهلي اللي جم من أمبي ومن سموحة فممكن ما يقدرش يستحمل الضغط أو بوليا لما جي من الجونة أو 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 لكن تبتكلم على اثنين ولاد النادي هم عاشوا التجارب دو كلها وسافروا مع اللعبة ولعبوا وشاركوا على مدار خمس ست سنين فاتوا فدول مش جداد على النادي الأهلي صحيح لكن أنا بشوف بالنسبة المتولي محمد محمود حسام حسن كريم فؤاد أنا بشوف أن أنت طالما مدتش اللي أربعة دول فعز منادي الأهلي عنده إصابات كتير وانت مش بتشركهم يبقى أنت قريدي مش مقتنع بيهم على كل أحوال نتمنى نحن نرجع بسرعة مقدرش أختم حلقة النهاردة بغير طبعا ما أشكر كابتن محمود سميل ضيفي ونجمي النهاردة في السادسة واتمنى كل التوفيق لكابتن إيهاب جلال وكلامنا عن الأهلي والفترة اللي جاي إن شاء الله مستمر مع حضراتكم كل يوم هنتابع لحظة بلحظة طبعا الفرقة كويس إننا عندها يعني فترة التوقف دولي هنلملم أوراقنا بسرعة بسرعة ونحضر للجاي ما بنقفش أبدا على خسارة لقب أو بطولة وبإذن الله الأهلي جاي له ألقابه بطولات كتيرة جديد بشكرك على التوقف دي معاك طبعا وداما موفقين بإذن الله نورتنا وشرفتنا وبشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشة الأهلي في السادسة